انتخب أحمد أبو الغيط أميناً عاماً جديداً للجامعة العربية خلفاً لنبيل العربي ليكون بذلك الأمين العام الثامن للجامعة التي تعصف بدولها أزمات سياسية وأمنية غير مسبوقة أحمد أبو الغيط انتخب أميناً عاماً للجامعة لمدة خمس سنوات اعتباراً من الفاتح من يوليو تموز من عام 2016 انتخب أبو الغيط تم وسط تحفظ قطري قطر أبدت اعتراضها عليه في البداية بحجة مواقفه العدائية السابقة من الدوحة وبينما يأخذ كثيرون على أبو الغيط مواقفه السلبية تجاه القضية الفلسطينية يرى محاللون أن تحديات كبيرة ستواجهه وهو ما يؤكده مراسلنا تحديات كثيرة وملفات ثقيلة ومعقدة تنتظر الأمين العام الجديد أبرزها تجاوز خلافات الدول العربية فيما بينها وصولاً إلى قرارات تخرج إلى حيز التنفيذ من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة محمد شيخ إبراهيم ليرونيوز ترجمة نانسي قنقر